بون سلام عليكم اخوتي ان شاء الله تكونوا لا بس مرحبا بكم في فيديو جديد الكونسبت على هده الفيديو هو اني نحكي لكم قصص غنوها لراببر في الأغاني تاوعهم والمطلوب منك انك تعرف لي اسم الأغنية وشكون الرابر لي غنىها انا في نهاية الفيديو غادي نقول لكم كل أغنية شكون الرابر لي غنىها كل قصة شكون الرابر لي غنىها وش هي الأغنية ركز معانا في الفيديو اللي يجيب اكبر عدد من الاجابات الصحيحة بلاغوش نديرت الكومنتر داعه في ستوري طالشان كي نحكيلك القصة الاجابة خليها في راسك كومنتي لي في النهاية تاع الفيديو بقاع الاجابات بصاح بلاغوش خوتي نبدو الفيديو فورجا ممتعة قبل ما نبدو اذا عجبك هاد الكونسبت دير جام واذا ما ركش مشترك في القناة اشترك وفعل جرس بيوصلك كل جديد القصة الاولى بون كان كاين وعد الشخص هذا الشخص كان مريح في الضار في امر ربي اتجه الشيطان قاعد يوسوس له قاعد يقول له شوف الناس قاعد نصريت نافيكي قاعد نصريت دير حاجة في حياتها قاعد نتالي رقع عندنا روح دور زربوتك دير حاجة في حياتك روح كل دوا روح خون مهم دير حاجة المهم دير الدراهم للأسف الشيطان جح انها يوسوس لهذا الشخص راح كلد دوا وقال انا ثاني نخرج نافيكي كي من الناس كي جا خارج في الليل ما قلت له يا ولدي وارك رايح اختيك اختيك من هذي الطريق قل لها انا صايفت علي الحل اه صايمك اش حل وما دارش على الهدرات عمه خارج هذا الشخص مضار قاعد يمشي حتى تلاقى بالعدو والتاعة معلي كان كاليدواء دابزو في اللول دابزو بالهدرات وما بعدها تطورت ولو مدابزين بالمواس ضربة من الضربات اغلاط دخل هذا العدو والتاعة خد مياه في راسه كتله هنا شي سراء جات لها بوليس دخله للحبس حكموا عليه بالمؤبد كدخل للحبس هذا السيد دم كان دم تفكر لهدرات عمه كي قلت له يا ولدي اختيك وما دارش عليها ولكن لا ينفع النادم شكون هو هذا الرابر وشاية الاغنية اللي غنى فيها هذي القصة اجابة خليها في راسك كنقول كومنتي بيها كومنتي بيها بون القصة الزوجة كان كيوات الشخص ناس ملاح عاقل يقرام ليه قاعد ناس يبغوف كان يعرف تاني واحدة المنت ناوي على الاحلال ناوي به تزوج بيها هذي الانسان دارو به رفاقاء السوء علمو الزطلة ولدت النشوة عاديك الزطلة تعجبه تعمى تعكيد كميها الدوخ خطره على خطره ولا هو وصحابه يدافعوا ويشرعوا طرف ويكموه خطره كان هو وصحابه كما العادة شرعوا طرف به يكموه حتى جاءت الدولة على غفله صحابه كيشافوا الدولة هربوا وقاع وهو قاعد قبضات هالدولة دخلوه للحبس ضربوه بعام حبس مهم فوت هذك العام تهال الحبس كيخرج خرج الندمان رأى عند والدي طلب منهم اسماح باللي ما غادش يعاود بصح الحاجة المفاجئة اللي صارت هي انها الاسلوب تاع الناس في التعامل معها تبدل واللو الناس دايرينه على انها كلوشار على انها منحارف واللو يوصولوا لدهم به ما يمشوش معاه المهم كيطلب اسماح من عند والدي رأى عندهم قالهم باللي اراني يبغي نخطبوا واحد البنت اللي كنت ناويه اللي حلاغ قبل ما ادخل الحبس راحوا شراءوا باتيتري يوتيوب وراحوا لهذك البنت ولكن للأسف الاهل تاع البنت مقبلوش بهذا الشخص لان هذا الشخص مسبوك قضائيين هما ثانيك لا صوح على انها كلوشار تحطم هذا الشخص نفسيا ولا يخمم في الهجرة وكملت الاغنية شكون هو هذا الرابر اللي غنى هاد القصة في الاغنية وشا هو عنوان الاغنية قبضها في راسك كي نقول لك كومونتي بيا كومونتي بيا بون القصة الثالثة ماذا بيك ما تسمعها شمعها والديك ما غاديش نطيح ولا بصح شوية احترام راكم فاهمين نحترمكم خاوتين ووصيكم من قبل تما دير كيتمان واسمع القصة الثالثة باسكو مشي انا اللي كتبتها هذي جات في غنيها راكم فاهمين قصة حماسية وشبه بزاف ومن نوع اللي تبوه وما نظنش انه كين واحد غادي يعرفش كون اللي غنىها وشا هو عنوان الاغنية تعالى اللي غنىها اقترى واد الانسان كنشعل قارو مريح في الحواماتاهم كما اي يوم عادي لي شاب جزائري فتعلي واد البنت لابسها طالو عجباتها اطيرها هذك الصوت تعتطالو طفها هذك القارو اللي كنشعلها وراه عنده قلها ما عليش اختي خسني النيميرو تاعك في البداية ما بغتش تعطيه النيميرو بعدها قاعد يقول فيها بالضحك ايتو حتى تعطيتها النيميرو قلت لها عايطلي هو عايطلها في نص الليل بدا يكذب عليها وهي يتأمن هو يكذب وهي يتأمن بعد مدة طورت العلاقة بيناتهم هذي البنت ولي تبغيها بصح هو ما كانش يبغيها هو كان يشوف فيها فاريسة سهلة من بعد هو كره من هذي الاروتين مع هذي البنت قلانا اخصني ندير حاجة اكبر من اني نتلاقى بها ونا هذي روبرك ماولاش يرداليا في التليفون عبري هي ولي توحشها قلت غير تعيطله كيرت داليا قلها رواحي للدار نضت نهار السبت قلت ماكي قلت توجد في روحها وراحت عنده هالدار ومع لبلها الشراهي قارع عليها المهم كيرت عنده هالدار دخل الشيطان بيناتهم ودارو حاجة مشي مليحة أبري كسر هذي الفعل شيرا راحت لدارهم نورمال وهذي كسيد اندم بزاف بعد مداعي يططله كيرت داليا قلت له بلي راني بالحمل ووالدي يالو كان يعرفوا غادي يكتلوني غير شوف لناك اش حل هنا هذي كسيد قبضاتها صدمها كحلا الشيطان بريو يسوس له شان دير شان دير قال ننقرها ما جاياش بسكو كان لديان وما جايش ننقر والدي مع العلم هذك السيد مكانش دير بها يتزوج بها وقعدي يخمم لو كان يسمع بوه كيش غادي يقابل بوه المهم فاتع لي هذك النهار كحل هذيك البنت اللي كانت معاه بعد مدة كرشها بدت تكبر والديها بدتوا يلاحظوا باللي كرشها راهي تكبر زيروها قالوا لها شهدرتي وشكون هذا اللي دارتي مع هذ الفعل المهم كي زيروها حكيت لهم كل شي حكيت لهم الحكاية من البداية حتى للنهاية وقالت لهم شكون أبو هذا الطفل شكوا بهذا السيد وجو والدين هذي السيد للمحكمة نهار الشرع قال لك كل ما قاعدين ينتقل قاضي والمحامي بهذا الأحدث تعلق القاضية قال لك اللحمه وبدايت شوك بسكو قاعد يهدر قدام والدي أبري هذا السيد ضربوه بتلت سنين حبس وانتهت القصة وانتهت الأغنية المهم هذي القصة اختصرتها بسكو فيها بزاف أحداث اللي عرف الأغنية شكون مو لها وعنوان الأغنية كومونتي نضروك كومونتونا بالعناوين تقع القصص اللي عرفتوها كومونتو بيها ولي كومونتي اللول وبالإجابة تقع صحيحا دير كومونتر تقع في ستوريت علاشان كومونتي ضروك قاعد كومونتو خوتي بون ضروك وصلنا الأهم جزء من الفيديو ضروك غادي نقول لكم كل قصة اسم الرابر اللي غناها وعنوان الأغنية اللي تغنت فيها إلا بغيتوا تروحوا تسمعوها قبل ما نقولكم العبر من هاد القصص إنك تتعلم منهم تدي منهم حاجة تستفاد وديجا ستيل تاع ستوري تيلينغ في الرابر هو ستيل شباب بزاف وماذا بينا لرابر يكثرونها من هاد ستيل بون القصة الأولى اللي حكيتها هي الدي دين كلاش اسمها اسمها انتها على بالك خرجت قبل خمس سنين نورمان مو وعاود دي دين كلاش دار الهاري بوست القصة الثانية أغنية الرابر أسواش اللي اسمها فايو والقصة الثالثة هي أغنية تعيوبي بعنوان لقام بيسا مراهيش باينا بزاف هاد الأغنية بصغلناها بالعامين نورمان مو في هاد الفيديو منها درنا ملخص لثلثة أغاني في الراب دي زاد ستوري تيلينغ ومنها حكينا لكم قصص درنا لكم ألغاز إذا عجبك الكونسبت تا هذا الفيديو قولي فيلي كومنتر قبل ما تكملوا الفيديو متستجدير جام أبوني في لاشان إذا ما كنتش مأبوني وأكتيفي لأكل وش بايش لكل جديد التحليل نقعد لاسق في التحليل نبغي أموان دير حاجة جديدة لكم فاهمين إن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو وهايب تهلوا في رواحكم أخوتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة